مرحبا بكم متابعي قناة سؤال لقد أنعم المولى جل وعلا على عباده بمواسم الخيرات التي تتابع عليهم فبعد أن صام المسلمون رمضان وجاءت أشهر الحج إلى بيت الله الحرام وأدى المسلمون شعيرة الحج بتوفيق من الرحيم الرحمن ها هم الآن في موسم من مواسم الخير كيف لا؟ وهم الآن في سنة هجرية جديدة وفي أول شهر منها شهر الله المحرم الذي هو أحد الأشهر الحرم التي قال الله تعالى فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم موضوعنا اليوم مشاهدين الكرام عن يوم عاشراء فما هو هذا اليوم وما هو فضله وما هي أبرز الأحداث التي وقعت فيه لكن قبل أن نبدأ في فيديو اليوم لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد هيا لنبدأ يوم عاشراء هو اليوم العاشر من شهر محرم الذي هو بداية العام في التقويم الهجري وقد تحدث بعض المؤرخي عن العديد من الأحداث التي وقعت في العاشر من محرم مثل أن الكعبة كانت تكسى قبل الإسلام في يوم عاشراء ثم صارت تكسى في يوم النحر وقالوا إنه اليوم الذي تاب الله عز وجل فيه على آدم عليه السلام ونجى الله سبحانه فيه نوحا عليه السلام وأنزله من السفينة وفيه أنقذ الله عز وجل نبيه إبراهيم عليه السلام من نمرود وفيه رد الله يوسف عليه السلام إلى يعقوب عليه السلام وهو اليوم الذي أغرق الله فيه فرعون وجنوده ونجى موسى عليه السلام وبني إسرائيل وفيه غفر الله عز وجل للنبيه داود عليه السلام وفيه وهب سليمان عليه السلام ملكه وفيه أخرج نبي الله يونس عليه السلام من بطن الحوت وفيه رفع الله عز وجل عن أيوب عليه السلام البلاء وحين جاء الإسلام وهاجر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وجد أن اليهود يصومون يوم عاشراء فراحا بنجاة موسى عليه السلام من فرعون وجنوده فقال صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم حيث روى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه فقال صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه رواه البخاري وكان ذلك في بداية السنة الثانية للهجرة فكان صيامه واجبا فلما فرض صيام رمضان فوض النبي صلى الله عليه وسلم أمر صيام يوم عاشراء إلى التطوع وإذا علمنا أن فرض صيام رمضان جاء في السنة الثانية للهجرة فحينها نعلم أن صيام عاشراء وجوبا لم يقع إلا في عام واحد هو السنة الثانية للهجرة تقول عائشة رضي الله عنها فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه أي عاشراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك عاشراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه ونذكر لكم مشاهدين الكرام في هذا الفيديو أهم خمسة أحداث عظام وقعت في يوم عاشراء وهي كالتالي أولا التوبة على آدم عليه السلام ففي هذا اليوم العظيم تاب الله سبحانه على سيدنا آدم عليه السلام وقيل أيضا إنه هو اليوم الذي أهبط فيه آدم عليه السلام إلى الأرض وعن توبة أبينا آدم عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى وعصى آدم ربه ويقول تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قال المفسرون لقاهما هذه الآية ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ثانيا نجى الله عز وجل نوحا عليه السلام من الطوفان يذكر أنه في اليوم العاشر من المحرم نجى الله عز وجل سفينة سيدنا نوح عليه السلام من الطوفان في وقته حيث يعتبر سيدنا نوح عليه السلام أول رسول أرسل إلى قوم كفار وظل يدعوهم إلى الإسلام ألف سنة إلا خمسين عاما ولكنهم كذبوه وعارضوه وظلوا يسبونه ويضربونه أحيانا حتى يغشى عليه من ضربهم له ثم أوحى الله تعالى إليه حيث قال الله تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون وحسب المفسرين حيث كان قد آمن معه نحو ثمانين شخصا ما بين رجال ونساء وأمره تعالى أن يصنع سفينة ويركبها وأن يحمل فيها من قد آمن معه من قبل وأن يأخذ من كل جنس من الكائنات اثنين ذكرا وأنثى وأرسل الله تعالى ماء من السماء بغزارة وعلى خلاف العادة تفجرت الأرض ينابيع وأخرجت ماء كثير لمدة أربعين يوما وارتفع منسوب الماء حتى غطى كل جبال الكون وارتفع الماء فوق منسوب أعلى جبل على الأرض مسيرة خمسة عشر ذراع وبذلك قد غرق كل الأحياء على الأرض وهم كفار وقتها وظل نوح عليه السلام ومن آمن معه ومن في السفينة ستة أشهر وأياما وفي هذه المدة أخذته مستفينة إلى جبل عرفات ثم إلى مزدلفة ثم إلى منا إلى حيث الجمرات ثم إلى الكعبة أي موضعها وطافت به سبعا ثم بين الصفا والمروة سبعا أي إلى الأماكن التي يدور إليها الحاج حيث مناسك الحج من كل عام وورد في إحدى الروايات أن سيدنا موسى عليه السلام كان يصوم يوم عاشوراء شكرا لله تعالى على نجاة نوح عليه السلام من الطوفان وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرح بنجاة سيدنا موسى عليه السلام فإن سيدنا موسى فرح بنجاة سيدنا نوح من الطوفان ثالثا نجاة موسى عليه السلام من فرعون وجنوده كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في يوم عاشراء العاشر من محرم قد نجى الله عز وجل فيه موسى من الغرق حين لقيه فرعون وجنوده حيث كان قد لقي من فرعون وأتباعه ما لقي من الأذى فخرج سيدنا موسى عليه السلام ومن آمن معه من بني إسرائيل من مصر فلحق به فرعون وجنوده ليبيدهم ويقضي عليهم فلما وصل موسى عليه السلام إلى البحر أوحى الله عز وجل إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق اثني عشر فرقا بين كل فرق طريق يبس فاجتاز موسى ومن كان معه من المؤمنين ولحق بهم فرعون وجيشه ولكن أغرقهم الله تعالى حيث أمر البحر بأن ينغلق عليهم بعد مرور موسى ومن معه من المؤمنين قال الله تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين رابعا غزوة ذات الرقاع في عشراء وفي يوم عشراء وقعت غزوة ذات الرقاع في السنة الرابعة للهجرة حيث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ومعه من أصحابه سبعمائة مقاتل يريد قبائل من نجد وهم بنوا محارب وبنوا ثعلبة من بني غطفان وكانوا قد غدروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا سبعين من الدعاة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى دين الإسلام وتعليم الناس الخير وبعد أن تهيأ المشركون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لما علموا بخروجه وتقارب الفريقان قذف الله عز وجل الرعب في قلوب قبائل المشركين فهربوا تاركين وراءهم نساءهم فلم تقع حرب وقتال وكفى الله نبيه ومن معه من الصحابة شر هذه الجموع الكافرة وسميت بذات الرقاع لأن الصحابة رضي الله عنهم لفوا على أرجلهم الخرق بسبب ما أصاب أقدامهم في هذه الغزوة من جراح تساقطت فيها أظافرهم لما اصطدمت بالحجارة والصخور استشهاد الإمام الحسين رضي الله عنه في عاشراء وفي اليوم العاشر من شهر الله المحرم سنة إحدى وستين من الهجرة جرت حادثة مروعة مفجعة ومصيبة كبرى فضيعة ألمت بالمسلمين وأفجعتهم وملأت القلوب حزنا وأسا ومرارة ففي يوم الجمعة في العاشر من شهر المحرم قتل سيدنا الإمام أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وهو حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابن ابنته السيدة فاطمة الزهراء البتول رضي الله عنهم واستشهد الإمام الحسين وهو ابن ست وخمسين سنة وهو الذي قال فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أخيه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين فقال اللهم إني أحبهما فأحبهما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما هما ريحان تايا من الدنيا وروى البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أهل العراق سأله عن المحرم في الحج الذي يقتل الزباب فقال أهل العراق يسألون عن قتل الزباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما ريحان تايا من الدنيا ويستحب الإكثار من الصيام في هذا الشهر شهر الله المحرم حيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل صحيح مسلم وأفضل الصيام في هذا الشهر هو صيام العاشر منه وقد أخرج أحمد رحمه الله من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما زيادة في سبب صيام اليهود له وحاصلها أن السفينة استوت على الجودي فيه فصامه نوح وموسى شكرا فضل صيام يوم عاشراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان صحيح البخاري ومعنى يتحرى أن يقصد صومه لتحصيل ثوابه والرغبة فيه ذكر في فتح الباري وفي النهاية عزيز المشاهد أترك في التعليق اسم الموضوع الذي تريده معنا في الحلقة القادمة وسنقوم بتنزيل جزء عنها إن شاء الله ولا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ومشاهدة الفيديوهات السابقة وهذا الفيديو خصوصا الذي يحكي عنه شكرا على المشاهدة ترجمة نانسي قنقر